صبح رايك بتشوف على السوشيال ميديا حاجة كده طلع ان كل الناس بيقول لك خنائة قبل الفطار لازم الخنائة لازم البيت كله يقوم في مشكلة عشان مجرد ان احنا صايمين مع ان انا بعتقد ان الصيام ده ربنا سبحانه وتعالى حطه اصلا يعني من اسبابه ان احنا نتخلق بخلق الحلم والصبر والامور بسيطة بالضبط طيب كنت عايز اعرف من حضرتك ايه جزاء الحلم والصبر لما اصبر على قدامي حتى لو قدامي مستفز جدا عمل حاجات دايقتني جدا ايه يعني ازاي اصبر عليه وإيه الجزاء في كثير من العبادات جزاءها معلوم يعني صلاة الجامعة ان يصلي الانسان في جامعة اكثر من صلاة الفرضي في بيته ب27 درجة اما الانسان الحليم الصابق قال تعالى انما يوفى الصابعون اشراهم بغي حساب الله عز وجل هو الذي يعطيك بغي حساب فالصابه مون كاسمه لكن مذاقه احلى من العسل فالانسان لازم يكون حليم لازم يكون عحيم لازم يستوعب اللي قدامه يعني مثلا لازم تكون حليم مع زوجة كيمة عصبة والولاد والطبيخ وش بقول لك ان انت تبقى ضعيف قدامها لا انت شملها بحلمك تكون حليم على ابنك وانت بتوجهه ومش لازم ابدا وانت بتوجهه ولا أنت تكسوق لأ أنت وظيفتك أن أنت تبنيه مش تكسوق طب وإنت تبنيه ل coloursليك عليما والإنت تتوجهه ل�를 365 m مثلا لو الفطار تأخر خمس دقائق ولا حاجة يعمله مشكلة مثلا الإنسان يقول لهم هلك ما وما علي في بعض يجال فعلا عصبيين وما بيستنوش للأسف بعض في معينها يعني مضغوطة جدا وفي واحدة تلاقيها عفوا تلاقي تقيلة كده فتعصب لا يستنشيه الستات كان الله في عنهم بيصوموا وبيتبخوا وبيربوا يعني ما ينفعش نقول كده طيب